مسألة وقعة الإسماعيلية الراجل المختل اللي قتل واحد في وسط الشارع سبنا من المختل فده في النهاية ياخد عقابه القانوني اللي يوضع مرة تانية في مصحة نفسية دي قصة لكن اللي بيقف يتفرج على الأزة وما يعملش حاجة هل ده مصيب ولا مخطئ هل ده لو قال أنا خايف لات إذن كمان نلومه ولا أنه يحاول أن يكف الأزة فلا نلومه يعني مش قدر أفهم لا هو بسم الله الرحمن الرحيم والحقيقة أن نمط الجريمة خاصة ما يتصل بإزاق الأرواح في الآونة الأخيرة أخذ منحة ينزر بخطر وشرر أولا طبيعة الشعب المصر على وجه الخصوص الشهامة صح فما كانت تحصل وإلى الآن مشاكل بين قائد السيارات أو شيء أو أحد المرة على طول الناس بتتدخل وتفك الاشتباك وبيرادوا الطرفين وبينهوا النزاع حتى قبل أن تتدخل شرطة المرور ده كان موجود ولازال في القرى الإصلاح لكن الحياة لمعدل الجريمة أو الإعلان عن الجريمة أو تفاهة الأسباب ده منحة خطير يعني أقول لي سيدك حاجة أنا ماشي في الإصلاح العرفي طبعا احتساب الوجه لله عز وجل هل تصدق ومشاهدين ومتابعين في أسبوع واحد أحل مشاكل بين عائلات في قريتين في محافظة واحدة وبعدين تيجي تبحث عن السبب تلاقي الأسباب في منتهى التفاهة والوضاعة يعني مثلا قتلة قتل عشان كان فيه شجرة قدام بيته وها كان عازق طح هل دي تؤدي إلى إزهاخ روح بشرية يعني حاجات من هذا القبيل فالجريمة الإسماعيلية هي أولا تحتاج علماء الاجتماع طبعا تحتاج أيضا لعلماء الدين تحتاج إلى الرعاة بالنسبة للمسيحية يعني دعاة في الإسلام رعاة في المسيحية لابد من بيان حرمة الآدم يعني مثلا إحنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فمسألة المجاهرة بالمعصية وده اللي سعادتك تؤصوله سعادة النائب المجاهرة بالمعصية والتمسيل بالقتيل على مرأة ومسمع والناس يتفرجون دون مبالاة لا الحقيقة هذا شيء غريب على طبيعة الشعب المصري وبلا شك إن الناس اللي كان عندهم سلبية يعني أنا لا أحملهم أنهم قد يكون لهم اشتراك بالطريقة أو بآخر في مثل هذه الجريمة النقراء يعني ألا يوجد منهم واحد عنده حمية وغيرة وده إنسان حتى قتل في وضح النهار أنا هقول له كلمة واحدة بعيدة عن النصوص الدينية ماذا لو كان هذا القتيل أحد أقاربه المقربين هل كان يقب بهذه السلبية وبهذه اللامبالاة وكأنه بيرى فصل في مصرحية أو لأطف فيلم سينمائي هذا غلط فبطبيعة الحال نحن نلوم بكل قوة هؤلاء السلبيين الذين يعني مرت أمامهم الجريمة دون أن يحرك لهم ساكن أنت تذكر سعادة النائب الأستاذ يوسف بن الحسين ربنا يبارك فيك مكانت امرأة عاكس في أي مكان ده مجرد تصرخ بيهب إليها الناس كلها وحتى لو كان إنسان بيصرخ في سوق أو في مولد فبتلاقي الناس تهب إلى نجدته فداد جرس إنذار للمجتمع التحرك للتوعية السليمة وأنا أختم بقول العلماء لا يفتخر العلماء بكسرة العقاقير ولكن بجودة التدابير الله ينور والله مولانا برغم ضيق الفقرة وحتى وإن كانت سؤال واحد بإجابة واحدة إلا إنه حقيقي منكم نستفيد ونستزيد دائماً ده بجد والله بارك الله فيكم إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع جاي بقى يبقى عندنا كده مساحتنا كامل إن شاء الله نقعد نتكلم فيها للمزيد من الاستفادة والاستزادة شكراً جداً يا مولانا كل الشكر للظروفنا شكراً الله عزيز الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر بنعتذر عن دي الوقت ومعلش سامحوني أنا فيها دي خدتني الجلالة شوية الحلقة يعني فهنروح بقى للختام والسلام ختام وبعد شوية يكون موجود معاكو كريم رمزي بقى وحاجة عظمة وكورة والنهاردة كريم عنده موضوع كبير يتكلم فيها قوي 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 والتحاد الكورة وحدوتة سلامات